اشتركوا في القناة جاءت نتيجة لتراجع اصعار النفط عالميا وتضررت منها جميع بلدان العالم وخاصة الدول المنتجة والمصدرة للنفط هذا ما دأ الحكومة الى اتخاذ اجراءات تقشفية وكزل عديد من التدابير والمبادرات من اجل الخروج من هذه الازمة كما ان تشاد تدخلت اسكريا في العديد من الدول بالساحل الافريقي ومنطقة حوض بحير الجاد من اجل مكافهة الجماعات الارهابية واستعصالها من تلك المناطق هذا ما اثر سلبا على تنفيذ الخطط والبرامج الرامية الى الخروج من الازمة الاقتصادية والمالية وان تنظيم التاول المستديرة لحجد الموارد المالية بباريس والخاصة بتمويل وتنفيذ اهداف الخطة الوطنية للتنمية وكذا تنظيم الملتقى الوطني الشامل لاصلاه مؤسسات الدولة تعد من المبادرات والجهود الجبارة التي تبزلها الحكومة لتعزيز التنمية في شتى المجالات وتحقيق الرفاهية للسكان وان الخطوط العريضة لتقرير منظمة الافوة الدولية جاءت متناقضة مع الحقيقة في الميدان فتشات دولة مستقلة وتحترم حقوق الانسان والحريات الاساسية لا سيما حرية الرأي والتعبير وخير شاهد على ذلك انتشار وسائل الاعلام السمئية والمرئية والصحف المقرؤة ومزاولة انشطتها بكل حرية وجمئيات المجتمع المدني والنقابات الامالية ايضا تمارس انشطتها بكل حرية واستقلالية تامة فضلا عن الجهود التي بزلتها الحكومة من اجل تعزيز وتقديم خدمات صحية مثالية للسكان وتعزيز النظام التربوي وكذا البحث عن صبل الكفيلة لتحقيق الرفاهية للشعب الشادي فعلى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الانسان والتنمية مزاولة انشطتها بكل حيادية ومسؤولية وادم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان مع الاكتفاء بالجوانب السلبية وتجاهل الجوانب الايجابية وجهود الحكومات وشؤوبها اشتركوا في القناة